لقد جاءت رسول من آنفسكم عزيز علي ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين الرؤوف الرحيم سلام جدا بالتوجد اليوم معكم بمناسبة تتويج ثلاغ من التلميذ الذين حصلوا على معدلات جديدة وهي مناسبة كذلك من أجل أن يحبط ضعية التلميذ في حدورة المتوجد لطبيعة الحال هذا موسم موسم الحصد وموسم ما زرعناه منذ بداية السن فهذا تتويج الذي نحن اليوم في صدده أو في هذه المسيا هو تتويج لحصاد المسلسي الأول ولازال هناك فرصة بالفصلة للتلميذ الذين لم يحرفوا الحظ لكي يحصل على التجهيدة فنبد لهم أن يحدو حدوى هؤلاء كما تعلمون كذلك أن القسم الداخلي له أهمية خاصة بالنسبة للوزارة أو بالنسبة للمديري والأكادي ليوكد لك أحد المؤسسات التعليمية وأخصب الذكر الثاني من إعدادية على الفسيط فأصبحت فرقلة جديدة بجميع مرافقها ونحن كذلك مجندون من أجل خدمة هؤلاء التنميذ سعيدنا كذلك لتواجد الحفظ من أجل تتويج على الأكبر بمناسبة من تأتيش في رمح الصادع وكادي الدورة هذه المؤسسة كما تعلمون هي أول مؤسسة في المدينة في 8 ناسين وقد أعطت لجلازة والنساء كثر في مجتمعات في المجال تديس وفي المجال تصير بضع كثر كثر فأخبرجوا من هذه المؤسسة فأنتم بإتحاد جيل المستقبل أو رجال المستقبل فما عددكم إلا أن تحذروا ويحذروا كل رجالات ومساعدة لأن يخرجوا من هذه المؤسسة فبعدنا زبا وأشكر باسمكم جميعا باسم نبائكم ومهاتكم صافرين على هذه المؤسسة مديرا وإداليين وأساتذة وأساعدين وكل العاملين بهذه المؤسسة وما أن يمينز هذه المؤسسة عن باقي المؤسسات أخرى من تواجدها في المدينة ومن أقل بصفة عامة هو النتائج محصنة وكذلك الاستقرار والجمو العامل الذي يعني يسهل هذه أو نأخذ هذه المؤسسة الطلب وحيث عن قسم داخلي المؤسسة الطيب صراحة معروف سوماليا وفرد كل ميتة منه يلطقتها معهم صورة شيء يسمع وباقي كما لديه في هذه المؤسسة صراحة نحن نجمعهم كجمعية ولكن نشتغل معهم فيها رحية فيها رحية وهي اللي خلال لا بأسي معهم لولا الطيروفة ديرهم والجد ديرهم والمعقول ديرهم والمطاورة ديرهم والتفكير في المسلم بيال لا بش في جبونتك الجيدة لمن كلمة الشخصين والمتشمع السياة التي يربطها نالي التقالي والبن للقسم الداخلي تجريما من التلابين الحاصدين على مدى الأولى في لالا مستوس الأول من الساة الدراسية الجارية وتشجيعا لهم للمضي كلما على تهل الجد والاجتهاد والجد والمطابرة من أجل الحصول على دائش أحسن في مستقبل الأيام إن شاء الله كما أدعو زملائي المتعاكرين خلال هذا أبوستوس في بذل المزيد من الجهود من أجل الاتحاق زملائي المتفوتين وهذا الاجتماعي فيه رقم لأتباع داخلية التي كانت في الأسفق يضرب يعطانها المثل لأن رتل الأولى لأن رتل الأولى في المؤسسة كانت كلها من نصيب تلميذ داخلية والذين جانا يعطمهم المدد في النخلاق والمدد ولله الحم نجمي وصحبه ومن انتبع له إلى يوم الدين السيد المدير مدير الورستة السيد عايش عيد أبا وأمهات وأولياء التلاميذ السادة الأساتذة المفاضل السادة الأباء السيد المخرسي الذي شعرت من المضرور والمسفق لهذا النظر ونحن نتمنى بك هؤلاء الأباء ونتمنى أن يكون قادم مستمرنا لأن بإله نتعيز النتيجة التي حصل عنها أن نشجعه من أخرى والمسفقة من أخرى ونحن نتمنى لعني أو لعنى من سبقوني الأفاهم وما تركوا شيئا لعقولها غير أنني أضيف أن هذا المسفقة هو بداية والبداية اسمه المتعثر يجب أن يحلون حلوة زملائه للرقي بهذا الكسر الداخلي الذي من هذا المنطق أحلي أنشهات المسؤولة التي أعطت لهذا المنطق الحيوي أهولية كبيرة من أجل أن يكون فضاء منتجا فضاء ليس فضاء استهلافيا إنما فضاء منتجا ينتج النتائج كما ترحز بلكم النتائج الإيجابية المفرحة التي كان يحققها سنة أشهر جميعا منتجا الكريم ونعطل الكريم والسلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله منتجا 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 الجملة الإسمية ورحمة الله ورحمة الله المتجا 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 من آر على ذلك حكمت المحكمة على براءة قالوا خالق ربع حجز ورحمة الله 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 عَلَيْهِ سَلَاكُ اللَّهِ أَنَّا بِيَّا حَقِرِينَ يَعَلَى مُعِلْمًا يَقِينَ أَنَّا رَبَّ الْعَلَمِينَ أَوْجَةَ الصَّعَدَةَ عَلَيْهِ لا إله إلا الله رحمد رسول الله عَلَيْهِ سَلَاكُ اللَّهِ أَنَّا بِيَّا مَنْحَاطَ أَنَّا بِي خَيْرٌ تَشَا مَنَنَا لَهُ الْخَوْرَ opsَجَجَةَ وسَلَّمَ عَلَيْهِ لا إله إلا الله لا إله صلى الله عليه وسلم سنتحدث إليكم إلى البقره قابل الأخير بالبرنامج هذا الأمسي sacーレنية الكريم التلبير المتفوقين خلال هذا الأول من السنة التباسية الشارية فالنفذر أفصل من هذه الساعة الناخلية ليتكلف بتوزيع الجوائد على جميع المهدفة وخير من السنكين والنصفت عليهم جميعا من أجل اجتهاد وعوانها باجتهاده فقط فالآن جاء دور تكريم أعزائي وأبنائي التلاميذ الذي منجز هذا النشط من أجلهم فلنصفت عليهم فعليتهم التلميذ في المسلك الثولي الرتوة الأولى للتلميذ عمروشي محمد